السلام عليكم في فيديو اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن الOptionals في لغة Swift الفائدة منها ومتى نستخدمها وكيف نستخدمها خلونا نروح للإكس كود مباشرة أنا إنشأت ملف جديد خلونا نمسح الكود اللي موجود عندنا قلنا إن إحنا لو نبغى نعرف متغيرات فإحنا نقول var ونعطي اسم للمتغير هذا مثلا username ونسند قيمة مثلا نصية فيكون المتغير هذا نصي لأن إحنا سددنا لقيمة نصية أو بإمكاننا إن إحنا نعطي نوع للمتغير نقول مثلا string ولا نسند لها قيمة بعدها نجي نقول إن الوزر نيم نسند لها قيمة وليكن مثلا عمر بعدها لو جينا طبعنا قيمة الوزر نيم أو المتغير الوزر نيم اللي عندنا راح يطبعنا في الكونسل في الأسفل القيمة اللي إحنا سندناها اللي هي عمر لاحظ طبع لنا عمر الآلة نفترض أن عندنا تطبيق وإحنا في شاشة التسجيل ومن ضمن البيانات اللي مطلوبة من المستخدم يدخلها الوزر نيم والإيميل وكلمة المرور وتأكيد كلمة المرور فأنا أبغى أتحقق هل المستخدم أدخل الوزر نيم فأقول مثلا F باستخدام الافستيس مثل اللي شرحناها في الدرس ما قبل السابق يوزر نيم يساوي يساوي نل يعني إذا كان يوزر نيم فارغ ما أدخل في قيمة فأقول لبرنت وأقول لـ يوزر نيم ركويرد وأجي أقول لـ else في حالة أنه ما كان نل فمعناته أدخل الوزر نيم فمثلا أتصل بالإي بي آي الآن اللحظة أعطانا إرور يقول variable username used before being initialized إيش يعني هذا الإرور؟ معناته أن أنت تحاول تستخدم المتغير يوزر نيم قبل ما يكون في قيمة فاليوزر نيم ما أقدر أستخدمه أنا قبل ما أسند له قيمة أو قبل ما أسويه لـ initialized فإيش الحال يكون عندنا للمشكلة هذه؟ إن نحن نيجي عند الوزر نيم لما عطينا نوع string نيجي بعدها نقول علامة الاستفهام أو question mark فيكون نوع المتغير الآن optional string إيش يعني optional string؟ معناته كأني أقول لأن الوزر نيم هذا احتمال أن يكون string واحتمال أن يكون null ما في قيمة فالآن ما عندي أورو ما عنده مشاكل فبإمكاني أني أتحقق هل المتغير يساوي يساوي نل؟ معناته ما في قيمة ما أدخل اسم مستخدم في تسجيل الحساب أو else معناته أدخل مثلا اسم مستخدم وراح أتصب الابعاء وأسجل حساب للمستخدم فالآن لو جينا شغلنا إلى هنا خلونا نشغلها حتى نطبع للكود كامل لاحظ طبعا لي username required اللي هو جاء عند الif statement قال if username equal equal null فوجد أن الوزر نيم فعلا قيمة null أن ما أسندناه لقيمة بعد التعريف فدخل وقال لي أن الوزر نيم required بعد الif راح وجاء وليقى عنده والله username يساوي عمر بعده لقى جملة طباعة للوزر نيم فطبع لي optional of عمر ليش يطبع optional of عمر؟ الآن لما أنا أدي أعرف متغير وأعطيه له نوع optional مثلا optional string مثل المثال اللي عندنا فكأنه يسوي تغليف المتغير هذي يحط عليه غلاف من الخارج ويقوله أنه هذا المتغير نوع optional ويقول مثلا أنه يا أما string يأمن لما أجي أحاول أستخدم المتغير هذا لو جينا هنا استخدمناه مثلا قلنا print مباشرة username هو optional وجيت أشغل جملة الطباعة عند السطر الثالث لاحظ طبع عندنا أننا قلنا أن المتغير هذا نوع optional لكن لو حدثنا علامة الاستفام وجينا نطبع نلاحظ أعطانا error قبل لا يستغل الكود حتى لأنه يقولك أنت تحاول تستخدم المتغير قبل ما تسوي له initialize فحتى نتفادة زي ما قلنا error هذا لو أنت عندك متغير تعرفه وتحاول تستخدمه قبل إسناد القيمة له سواء تتحقق منه أو تطبعه أو إلى آخره فنقول علامة الاستفام أو الكوسيا مارك فيصبح نوع optional الآن يختفي error يبقى التنبيل يقولك كالتالي إما أنك توفر default value زي اللي احنا شرحناه في الدرس السابق وتقول لأن ال username إذا كان نل تعطيه default value فنقول مثلا خلونا نقول default value وجينا نشغل الكود عند السطر الثالث ما رح يطبع لنا نل الآن رح يجي يلاقي أن ال username نل فرح يأخذ ال default value وطبع لنا النص default value أي أن كان النص اللي عندنا الآن لو جينا نشغل الكود على آخر سطر عندنا طبع لنا اللي هو optional للقيمة اللي داخل ال username اللي كنا أسندنا لها عمر طبعا أنا كيف أطبعها بدون كلمة optional أبو أحصل القيمة فقط كيف أفك التغليف اللي احنا قلنا عنا للمتغير هذا عندك أكثر من طريقة أما زي ما قلنا نحنا نوفر default value قيمة افتراضية وليكن مثلا علي لو ما كان في قيمة قيمة أو نص علي الآن لو جينا نطبع ما رح يطبع لي optional رح يطبع لي عمر مباشرة لاحظ ولو كان نل رح يطبع علي أو إنك إذا ما تبغى توفر قيمة افتراضية فإنك تقول لها علامة التعجب أو exclamation mark فالآن لو جينا نطبع رح يطبع لنا أيضا عمر بدون نص optional مباشرة فالعلامة التعجب هذه الفائدة منها أنك تسوي unrub للمتغير اللي احنا قلنا سوينا عليه تغليف فكأنك فكيت التغليف عنه وأخذت القيمة اللي بداخله هذه مثلا استخدمها لو أني أنا كان عندي ثقة أن في هذا المكان ما رح يكون المتغير نل أتأكد مئة في المئة أنه أنا عندي قيمة بداخله يعني مثلا على سبيل المثال لما فحصنا في الif statement وقلنا أن الuser name يساوي يساوي نل الuser name required else call API الآن هنا لو جيت أطبع وأقول لي username أسوي unrub للvariable بدون أي مشاكل لأنا متأكد أن المكان هذا ما رح يكون فيه نل لأني أنا أصلا فحصت قبلها في الif لو كان نل ما رح يجي للإلس فعلى سبيل المثال الآن لو طبعنا في الuser name هنا وقلنا مثلا username يساوي وأسندنا قيمة محمد وجينا شغلنا الكود كاملا لاحظ طبعلي call API جاءت عند الif statement هل هو يساوي يساوي نل لقى أن الuser name في قيمة اسمه محمد فما رح للإفرح للإلس وقال call API بعدين طبع محمد في هذا المكان أنا متأكد مئة في المئة ما رح يكون عندي نل لأن أنا مسوي فحص أو تحقق قبل أما بعدها فهنا احتمالية يكون عندك مشاكل إذا أنت من أنت متأكد خارج F statement فما يفضل أنك تستخدم علامة التعجب أو تسوي أنراب للمتغير اللي عندك يخلونا نمسح أو نعلق الأكواد اللي فيها سناد قيمة الآن متغير نفسها نل فيجي عند آخر سطر عندنا يوزر name ما يلاقي في قيمة في طبع نل الآن عندنا نحنا جملة طباعة فقط لكن ممكن في الكود يكون عندك عملية حسابية على رقم انتجر أو شيء فرح يسبب لك مشكلة ويطلعك من التطبيق الآن عندنا طريقة ثانية للتحقق من إذا كان المتغير نل أو لا فنقل F let ونعطي اسم مثلا name يساوي user name اسم المتغير اللي عندنا نفتح قوس ننزل خلونا هنا نطبع المتغير name بالكود اللي كتبنا هذا إيش يسوي فكرة أنه يتحقق من ال user name إذا كانت نل ما رح يدخل عند الأقواس هذه هو شبيب ال F else بس بشكل مختصر جدا لو أنا أبغى أسحب قيمة ال user name إذا كان في قيمة إذا ما كان في قيمة ما أبغى أسوي شيء إحنا هنا قلنا ممكن لو ما كان في قيمة كان نل أني أنا أعرض المستخدم أن ال user name record إذا ما أدخل لكن في مثال آخر ممكن ما تبغى تتخذ أي إجراء بس تبغى تعرف لو في قيمة تتخذ إجراء إذا ما في قيمة تخلي كود يكمل زي ما هو ما تسوي إجراء معين أني معتمد على القيمة إنها نل فتستخدم الكود التالي تقول له F let تعرف أي متغير من عندك بعدها تقول له يساوي اسم المتغير فإذا كان في قيمة ما كان نل رح يحطها في ال name بعد أنت تستخدم ال name الآن لو جينا طبعنا لاحب ما هنا ما جاء ما طبع لنا ال name لأن أصلا ال user name نل فما دخل عند الأقواس هذه لكن لو جينا هنا وعطينا قيمة لل user name وقلنا مثلا أحمد وجينا شغلنا الكود رح يدخل على ال user name في الأقواس هذه ويطبع لي المتغير name اللي هو قيمة أحمد أيضا عندنا في ال optional value نبغى نتكلم عن لو عندي متغيرين مثلا variable x وقلنا نوعه integer وقلنا عنه optional أيضا وقلنا variable y وقلنا نوعه كذلك integer لكن ما رح أعطي ال optional بهذه العلامة رح أعطي علامة التعجب له ال exclamation mark ولي معناتها أن المتغير هذا أنراب الآن نجي للفرق ما بين المتغيرين لو جينا نطبع ال x وقلنا زائدا 5 وجينا طبعا ال y وقلنا y زائدا 5 نفس الشي رح يعطينا error على ال x فقط ورح يقول نفس اللي كنا تكلمنا عليها أما أنك تسوي قيمة افتراضية لل x وتقول له مثلا ال x 2 فلو وجد ال x نل رح يطي قيمة افتراضية 2 ويجمعها مع الخمسة لو جينا نشغل رح يقول 2 زائدا 5 سبعة لأن ال x فعلا نل فيها فأخذ القيمة افتراضية 2 وجمعها مع الخمسة السطر الثاني ما أعطاني error في لي أن أنا عرفته زي ما قلنا بالعلامة هذه علامة التعجب فبالتالي كأني قلت له أن المتغير هذا already enrolled فما هو مغلب فما يعطي تنبيه لك أنه فك التغليف عن المتغير هذا أو حط له قيمة افتراضية لكن error يحصل لما تشغل التطبيق فإذا شغلت التطبيق ولقى فعلا أن المتغير هذا قيمة هنل رح يعطيك error وقته ويطلعك من التطبيق فمتى أنا استخدمها؟ لو أنا على يقين تام أن المتغير هذا ما أستخدمه إلا وأنا فعلا متحقق أن أسندت لقيمة قبل ذلك أما لو أنا احتمالية استخدامي للمتغير قبل لا أسند القيمة للمتغير فأستخدم علامة الاستفاام حتى يكون optional value فلاحظ زي ما هو الواضح الآن إما أننا نعطي قيمة افتراضية أو نسوي أنراب المتغير خلونا نقول خمسة لو جينا نشغل عليه لاحظ ما في مشاكل نسوي مسافة جينا نشغل عند السطر العشرين أعطاني عشرة أما الواي ما في مشاكل لا يعطيك error لحد ما تجي تشغل عند الواي نفسه لو جيت تشغل رح يقول لك error أو أنك بإمكانك تسند القيمة الافتراضية مثلا واحد لكن اللغة Swift لا ستعطيك أي تنبيه على المتغير هذا أنك لازم تسوي لها قيمة افتراضية أو أنك تسوي لها أنراب لأنه أصلاً already أنراب هذا باختصار مفهوم optional في لغة Swift إلى هنا نوقف عن الدرس ونكمل الدرس القادم إن شاء الله السلام عليكم